موسيقى السلام عليكم موسيقى السلام عليكم الحمد لله بيش نواصل الدرس لحسب فرطة دينا فيه اذا نهبط لكم تمارينا شوفتهم عن منصة موسيقى اذا نحاول نكمل الدرس وبعد نحاول بصلاح بعض التمارين نبدأ بالوصلنا نذكروا في حسب فرطة اذا قمنا ب نذكروا مليح نرجعوا بكم شوية بسرعة نذكركم بسرعة موسيقى درس اذا درس انتعنا هو الافعام الكاسية كما تشوفو اذا انت راحنا اول حاجة قمنا معنات اعمالنا مقارنة بين بعض الحركة الافعام الكاسية مع الافعام الكاسية اذا مثل والثان كاسي العطفوق والثان كاسي القدم لما لاحظوا تلقى الافعام الكاسية عديدة ومتنوعة ثم قمنا بإبارات حركة أكاسية هذا الذردع. إذن هذه أكيد تجربة ركو متوقف القسمة. عملتوا تجربة لها ولا شاهدتوا فيديو واحدة منها. عملتوا تجربة هذه آدمة. آي عملناها مسير. إذن ذكروا ليه معانتها ذكركم بسرعة التجربة في المثل. إذن أول حاجة قمت بها قمت بتخدير الذردع بإزالة كل الحس الشعوري للذردع. ثم قمت باستئصال الفك العلوي للذردع. إذن الذي يحتوي على الدماغ. إذن أصبحت هذه الذردع ذردع بدون دماغ. وهي ذردع نوخعية. أي لها مركز عصبي وحيد. اللي هو النوخع الشوكي. إذن قمنا بتعليق الذردع. كما تلاحظوا هنا من فكه السخلي. ثم إذن نجم نستعمل منبه ميكانيكي أو منبه كيميائي. لتنبيه القدم الخلفي العين. إذن عند تنبيه القدم الخلفي العين كما تلاحظوا. والسلام عليك. السلام عليك. إذن لدينا الصورة بحركة نكاسية ذرددعاء. فيش تمثل هذه الحركة. إذن تتمثل في ثني الساعة الخلفي أو اليمني. إذن هذه الحركة هي حركة نكاسية. لماذا؟ لأنها ذردعاء نوخعية. لا تجمشكون هذه الحركة حركة إيرادية. إذن هي حركة لا إيرادية. إذن إذن الفقرة هذية كما نقوم بحثة فرطة بيطة وش نتعديه مباشرة للعنصر رخم أربع. آدم أقرأنا العنوان. جراسة تجربية لحركة الانعكاسية عند الضبع. ماذا؟ أقرأ النشط الثالث. تحديد العناصر الضرورية لحدوث بفعل الانعكاسي. إذن ذكروا مليه في طرحة في البداية الدرس. قلنا ما هي العناصر تحن الإشكال. قلنا ما هي العناصر المتدخلة في الفعل الانعكاسي. إذن بالتعرف. واصف. لتعرف العناصر العضوية التي تتدخل في إنجاز الفعل الانعكاسي. اضطرع على الملاحظات الواردة بالوافق عدد 30. باي. عرنا أربع ملاحظات. أقرأنا الملاحظات هذوم الأربعة. تنجرب بويده كافجة عنده لمس كالي جسم حارق. الملاحظة الثانية. يفقد بعض الأشخاص الحركات الانعكاسية في أحد الأطراف السفلية. اثرح وصول ثخت التواصل على عصب النساء في في نفس الجهة. وذلك كنتيجة تضرر عظروف فقرات. عظروف فقرات معينة أسفل الظهر. يؤدي تمزق. يؤدي تمزق الوتر. آآ رف 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 في. لدى رياضي أو فقدان إمكانية امبساط الساق. يؤدي اتلاف. يؤدي اتلاف. يؤدي اتلاف فقدان الحركات الانعكاسية بالطرفين السفليين. اذا. وكذلك اللحظة الشعورية والحركات الانعكاسية بهاتي الأطراف. اذا السؤال اخران السؤال الفرضيات. استنادا الى المعطايات السابقة قدل بفرضيات بخصوص العناصر الضرورية لحدوث الفعل الانعكاسي. اذا استنادا عطيات السابقة بفراضيات بخصوص الحدوث فاقمد ذن ترحنا المشكلة العلمية قمنا ما هي الحدوث فاقمد بخصوص يمونا محمد قرانا الملحظة الأولى اه تنجذب يدك فجأة عند لمسك لجسم حارق. اذا ماذا يمكن نفترض من خلال هذه الملاحظة? شو ناجم نفترض? واي? تنجذب يدك فجأة عند لمسك لجسم حارق. اه حركة. ماذا يمكن نفترض? ماذا يمكن نفترض? اذا عند لمس الجسم الحارق. اذا كيف يقع الامس باي شي? باش نلبسوه جسم الحارق? اليد. ايه الجلد مع انت باش بالضبط? بالجلد. بالجلد. اذا شنون نفترضوا هنا? اذا يمكن نفترض ان الجلد? اه ضروري لعملات الانفعال. اللي حدوث الفعال هي كاته. اذا الجلد هو يلعب دول المستقبل الحسي. اذا يمكن نفترض ان الجلد يلعب دول المستقبل حسي. وهو عنصر ضروري لحدوث فنكاسي. اذا الجلد هو الذي يستقبل المنبه ويحول المنبه الى سالة عصبية حسي. سالة عصبية. اذا نقرأنا يا محمد الفراضي الفراضي الاولى. المستقبل حسي الجلد اه عنصر ضروري لحدوث الفان انعكاسي. صحيح. باي نمشي للملاحظة الثانية امان الله. مسيو نقرف بلاسو. اتفاضل طاليل. نقرأ. يفقد بعض الاشخاص الحركات الانعكاسية في احد الاطراف الصفلية اثر حصول ضغط متواصل على عصب انسا في نفس الجهة اليمين مثلا مثلا. وذلك نتيجة تضرر غضروف فقارات معين اسفل الظهر. اذا ماذا ممكن نفترض يا طاليل من خلال هذه الملاحظة. اه عصب اه نسا هو ضروري اه حركات الانعكاسية. اذا نقرأ اه اقرأنا الفراضي الثانية. عصب انا عصب ضروري لحدوث الفعل انعكاسي. صحيح. نمر طولة الملاحظة. رقم الثلاثة. دعاء. دعاء. دعاء راشد. اذا ماذا نفترض من خلال هذه الملاحظة. اذا مصدق عضلة الفخذ لدريات. الى فخذين امكانية انبساط السيح. دعاء دعاء. 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 نحاولنا عن دعاء سيح. دعاء. اذا مالالذي يقوم برد الفعل يا دعاء. اذا انبساط السيح. شكونا قام برد الفعل. فاضلي اي. نعم. اذا حاسب ريك. اذا مالالذي قام برد الفعل. عضل الفعل. اذا عضل الفاخذ ماذا نفترض الان? عضل الفاخذ. مسؤولة عن انبساط السيح. اذا شنو تنعب دور. شنو تنعب دور. اخرى الفرضي الثلاثة. العضو المنفذ عضل الفاخذ عنصر. المنافذ. عضل الفاخذ عنصر ضرور الضرب الايكاسي. اذا العضل الفاخذي لاتقام برد الفعل. اذا انبساط قصة. هذي عملتوها رقم اكيد في قصة من تجربة اذية. هم. عملتوها ولا? نعم. مروا تولي الملاحظة رقم اربعة. نقرأ. اذا. ايات الله. يؤدي اتلاف النخاء الشوكي اسفل الظهر اثر حادث حدث حركات الانعكسة بالطرفين. وكذلك الفقدين الاحاسي الشعورية والحركات الارادية بهذه الأطراف. اذا ماذا نبترض؟ النخاء الشوكي الخبري لحدوث الفال الانعكس. اذا اقرأنا. المركز العصبي ان نخاء الشوكي عنصر ضروري يحدوث الفال الانعكسة. اذا بالنسبة للمركز العصبي الانعكسي ان نخاء الشوكي عنصر ضروري يحدوث الفال الانعكسة. كيف حسب رأيك كيف نتأكد من هذه الفراضيات ان كانت فراضيات خطئة صحيحة؟ كيف؟ تجرب. اذا لابد من التجربة. اذا لابد من التفكير في التجربة المناسبة. اذا باش نحاولوا مبعضنا. اذا روان كوكي. ايه روان. ماذا نقرأ؟ نبدأ بالفراضي الأولى. المنبه ضروري للفعل الانعكسة. اذا يوقع نفترض ان المنبه ضروري للفعل الانعكسة. التجربة شوف التجربة. اذا اقوموا بها. غمص القدم الايمن في حمد كلور الميء المخافر. ها ما هي النتيجة المنتظرة. اذا سنتيج. اذا ننشأ Зنين. ها رجل الخلفية اليوم. مثل هناك ثاني. هناك حركة عكسية. لا تستيج. ها سنتيج. المنبه ضروري او غير ضروري. المنبه ضروري للفعل الانعكسة. المنبه ضروري للفعل الانعكسة. به صحيح. نور كربول نمشي للفرازية الثانية أرفصوت كنور إذن نمكن نفترض أن الدماغ ضروري لفعل كاسي نزيد نأكل وراء الفرازية هي عبارة على إجابة وقتية ممكن تكون صحيحة وممكن تكون خاطئ نشوفوا التجربة إذن شنو التجربة اللي قلنا بها غمس القدم الأيمن لذبضعة نخاعية في الحمد الكلوري الماء المخاف إذن ذبضعة نخاعية إذن ذبضعة بدون دماغ قمنا بتنبيه القدم الأيمن لذبضعة نخاعية أي ذبضعة بدون دماغ شنو النتيجة هناك ثانية رجلة الخافية اليومنا إذن لا استنتاج الدماغ ضروري أو غير ضروري الدماغ حسب رأيك هل هو ضروري أو غير ضروري غير ضروري صحيح إذن أقررنا الإسنتاج الدماغ غير ضروري فانعكاسي والنخاء الشوكي ضروري إذن الدماغ غير ضروري فانعكاسي بينما النخاء الشوكي هو مركز عصبي انعكاسي ضروري للفعل الانعكاسي محمد عزيز الفرضية الموالية الجلد ضروري لفعل انعكاسي إذن التجربة شوفوا مليح التجربة بشكل مباع ضع مخدرا على القدم الأيمن ثم قد بهمس القدم اليومنا في الحمد إذن حاسب رايك عندما نقوم بتخدير القدم الأيمن ثم نقوم بتنبيه باستعمال الحمد شنو النتيجة المنتظرة حاسب رايك نشاهدو حركة أم انعيدام الحركة حركة نشاهدو حركة ليه مشيو إذن نلاحظ انعيدام الحركة اي انعيدام ثاني الرجل اليوم انعيدام ثاني الرجل اليوم الاستنتاج محمد عزيز ماذا نستنتج الجلد هل هو ضروري أم لا نعم إذن نقرن للسنتاج الجلد عضو حاسي ضروري يستقبل منبه مستقبل حاسي إذن الجلد يلعب دور المستقبل حاسي هو الذي يستقبل منبه ويحول المنبه إلى سالة عصبية حسية صحيح نتعديه وتوى إذن عنا تجربة أخرى بشي قوموا بها إلاف فاضلي إلاف آه يقرأنا الوثيقة واحدة وثلاثين إلاف وثيقة واحدة وثلاثين تجارب لتحديد العناصر المنتدخلة في فعل انعكاسي لدى ذفدع حساب النساء خمنا تم قطع عصب النساء إلى طرفي الطرف الفوقاني هذا يعني هكذا المتعابات الترف المركزي فهذا المنتصف بالجهة بالنسبة للرغم والطرف الهداء مثل الطرف المحيط في التجربة الأولى ما هو المنبأ استعملناها يا إلاف يا إلاف ما هو نوع المنبأ إذا النوع المنبأ هو منبأ كهربائي يا إلاف شفتوا إذا قموا بتنبيه الطرف المحيط قموا بتنبيه الطرف المحيط شنو نتيجة الحصن عليها يا إلاف نتيجة نسمع فيه إلاف إذا ثاني الرجل المعنية ثاني الرجل المعنية ثاني الرجل الخلفية اليمنى إذا نحس برأيك هنا ماذا نستنتش إذا بشنا نحاول نذكركم الساعة نذكركم بالبنية المجهرية للعصاب الشوكي لأن عصاب النساء هو عصاب الشوكي هذي شوفناه سابقاً تعرفوه نأخذ قلنا عصاب النساء إذا هو عصاب الشوكي يتكون مناش يتكون من حزام إذا يتكون من أليف عصبية على شكل حزام حزام صحي أليف عصبية على شكل حزام شنو دور هناك ما هو دور العصاب النساء حسب التجربة إذية عصبية يؤمر العضالات مش تحرك الساق إذا هو ناقل ما دام تحصل على عصاب حزام هو ناقل حركي إذا عصب النساء ناقل حركي إذا عصب النساء ناقل حركي بتنبيه الطرف المركزي الفقاني كيف كيف استعملنا منبه كارباية إذا نذكر إليف المنبه يولد سيلة عصبية إذا شوفم ليه إحنا قمنا بتنبيه الطرف المركزي لعصاب النساء في الرجل اليمنى شنو صار هنا صار ثاني الرجل اليسر والأطراف خلوية إذا ما هو دور العصاب النساء هنا الأطراف هو ناقل حسي ناقل حسي وهذه يجب أن نفهمها شوفم ليه نفهمها طبعوني بالجدار عندها طبيع الطرف المركزي لعصاب النساء في المنبه الكارباية إذا هذا المنبه يولد سيلة عصبية حسيا هذه سيلة العصبية الحاسية تنتقلوا إلى مستوى النقاع الشو ما يحدث في مصر النقاع الشو ما نفهمه النقاع الشوكي هو مركز العصبي إنعكاس في مصر النقاع الشوكي إذا النقاع الشوكي يحول السيلة العصبية الحسية إلى سيلة العصبية حركية ثم يقع نقل هذه السيلة العصبية الحركية في مصر إلى عضلة الفاخذ منتاع الرجل اليسر ما يحدث في مصر ما يحدث في مصر النقاع الشوكي ما يحدث في مصر الألياف عصبية حسية وألياف عصبية حركية الألياف العصبية الحسية هي تنقل السيلة العصبية الحسية والألياف العصبية الحركية هي تنقل الألياف تنقل السيلة العصبية الحركية نفهمه نواصل قررنا الفرازية عصب النساء ضروري للفعل الإنعكاسي إذن أقرنا التجربة غمز القدم الأيمن في حمز كلور الماء إثر قطع عصب النساء إذن هنا ما قمنا بقطع عصب النساء النتيجة إنعدام الحركة إذن حسب رأيك عصب النساء هل هو ضروري أم غير ضروري عصب رأيك يا إليف حسب رأيك عصب النساء هل هو عنصر ضروري للفعل الإنعكاسي أم لا ضروري ضروري صحيح عقرنا للإستنتاج عصب النساء ضروري للفعل الإنعكاسي نمر إلى نمر إلى محمد آية محمد الفرادية الموالية محمد كنزيزي فرادية محمد بأي آدم نعم مسير أقرأنا التجربة الموالية أحدث تنبيها بواسطة الكهرباء لطرف عصب النساء المقطوع المتصل بالسق اليمين قمنا بتنبيه الطرف المحيتي شنون النتيجة الحسنية عليها ثاني الرجل المعنية اليمنى ثاني الرجل المعنية اليمنى ثاني الرجل المعنية اليمنى إذا عصب النساء شنون الوظيفة التيعه ناقل حرك هنعشب النفسية ناقل حرك. صحيح. نمروا للتجربة الموالية. امان الله. امان الله. بقى دعاء. دعاء. عيني انتبهوا شوية. باشي اسمع اسمه يدخل. وشو نقرة انا. نقرة مسي. شوية بشوية كل واحد نعطيه فرصة. دعاء. هنضكر اسمه مقابل مش حاضر اا ايا. اه اه احد التنبيه بوسطة الكهربائل يطرف عصب النساء المقطوع من جهة النخاع شوكي. اي اي هنا يقوم بتنبيه الطرف المركز. اذا نشوف مبعضنا النتيجة. اه رجل المقابلة اليسر. اذا ماذا نستنتج هنا? عصب النساء. نقل حس. اي طليل معشي الداخل. خلي اي ايته. وصل اي اية. عصب النساء ناقل حس. اذا شل المتعده وتوا ايه الله الفرديه الاخيرة. أن نخاع الشوكي ضروري للفعل أنعكس إذن التجربة خرب أن نخاع الشوكي لنفس الضفدع ثم قم بغمس قدم السيق السليمة في حول كلور نلاحظوا مع أنت مضروحين إذا كانوا قلنا بالتشريح مع أنت الرجل اليمنى إذن نسلمنا توا إذا كانوا نحاولوا مع أنت التنبيه الرجل القدم الخلفي إذا بعد ما قمنا بتخريب أنقاع الشوكي شنو النتيجة هنا أنعديم تمنى الحركة إذا ماذا نستنتج هنا أنقرانا أنقاع الشوكي ضروري للفعل أنعكسي مركز عصر إذا أنقاع الشوكي هو مركز عصر بأنعكسي ضروري لكل حركة أنعكسية بات. اذا مش نحاولو طاوة اللخصو اللخصو اه الاذكرنا يا كل. نلخصو. روان. نحاولو تلخصونا الاستنتاج العام. الفعل الكيسي لا يتمه الا اذا توفرت عدد شروط وهي. اول سرط. المنبع. اه مثل وخص او الحمد. اثنين. المستقبل الحسي. الاجل دانسور الذي يحول التنبيه الى سيالة العصبية حسية. تليفة. النيق الحسي الذي ينقل سيالة العصبية الحسية من المستقبل الحسي الى المركز العصبي. الاليف الحسية للعصب النساء. بين خاصة. اربع. المركز العصبي النقاع الشوكي الذي يحاول سيارة العصبية الحصية إلى سيارة العصبية الحركية خمسة النقل الحركي الذي ينقل سيارة العصبية الحركية من النخاع الشوكي إلى العضو المنفذ بين قوسين الأليف الحركية للعصب النساء ستة العضو المنفذ العذرة الذي يعطي رد الفعل الحركي الذي يعطي رد الفعل الحركي هذا ما كله يجب نحفظه هذا ما كله يجب نحفظه إذن نور كاربول معاود نقرأه ماذا ما قررنا لاستنتج العام يا نور نور ببطونا الفعل الإنعكاسي لا يتتم إلا إذا توافر طاقة شروط وهي المنبه واخذ ضغط حمذ المستقبل الحسي الجلد العنصر الذي يحاول التنبيه إلى سيال العصابي الحسي النقل الحسي الذي ينقل سيال العصابي الحسي من المستقبل الحسي إلى المركز العصابي الألياف الحسي العصاب أنساء المركز العصابي النقاع الشوكي الذي يحاول السيال العصابي الحسي إلى سيال العصابي حركي النقل الحركي الذي ينقل سيال العصابي الحركي من النقاع الشوكي إلى العضو المنفذ الألياف الحركية لعصاب أنساء ستة العضو المنفذ العضلة الذي يعطي رد الفعل الحركي محمد عزيز أرفع العنكاسي لا يتم إلا إذا توفرت عدد شروط وهي المنابة وغز ضغط خمص المستقبل الحسي الجدل العنصر الذي يحول التنبيه إلى سيالة عصبية حسية النقل الحسي الذي ينقل سيالة العصبية الحسية من المستقبل الحسي للمكرز العصبي الأليف الحسية لعصب النساء المركز العصبي من أخير الشوكي الذي يحول سيالة العصبية الحسية إلى سيالة عصبية حركية النقل الحركي الذي ينقل سيالة العصبية الحركية من أخير الشوكي إلى العظم النف الأليف الحركي لعصب النساء العظم النف العظل الذي يعطي رد فعل الحركي صحيح الظلم كل يجب أن يكونوا متمكنين منهم إذن المنابة هو عنصر ضروري معانته لكل حركة انكاسية لكل فتالك إذن المستقبل حسي إذن هناك ما تلاحظه الجلد هو يلعى دور مستقبل حسي والدور تريده يحاول التنبيه إلى سئلة عصبية حسية إذن الناقل الحسي وهي الألياف العصبية الحسية الألياف العصبية الحسية بعصب النفسي إذن دور تنقل السئلة العصبية من المستقبل الحسي بالجلد إلى النقاع الشوكي بالنسبة للمركز العصبي المن sanctuary نقوعة شوقي إذن لو دور يحول السائل العصبي الاحسية إلى سائل العصبية حركية الناقل الحركي هي الألياف العصبية الاحفس حركية العصبية لعصب النهاس وهي تنقل السائل العصبي الحركية من الن Orange الشوقي إلى العضو المنفذ حال أدرسناها هي عضلة التخVE وآخرا العضو المنفذ هو العضو الذي يقوم بردد الفعل إذن هنا ملاحظة رأوا بالنسبة المتقبل الحسي ليس بضرورة أن يكون هنا الجلد كيف كيف زادة وبصفة عامة الفعل لا تكون حركة يمكن أن تكون إفراز إذا نعطيكم مثال يمكن أن نذكر إفراز اللعاب أو إفراز الدماء يعني أناء العضو المنفذ هي الغداد الدمعية أو الغداد اللعابية إذا نتعدى للعنصر الموالي بناء إذا الآية فضل آية بناء القوس الإنعكس الضبط عن المخاعية عادية مثل الإحساس الشعوري والحركة الإيرادية ولكنها تستجيب مستقائيا بشراء إلى وخص جلد القدم بثني ساقها الخلقية ماذا يحدث في الفترة الوجيزة التي تفصل بين تنبيه الجلد والثني الساق؟ إذن سؤال محوري ماذا يحدث في الفترة الوجيزة التي تفصل بين تنبيه الجلد والثني الساق؟ إذن أخرنا السؤال أتمنى المهند للثاني الوثيق على 32 بوضع العناصر الضرورية لحدوث الفعل أني كاسي إذن مش نحاول توا مبعضنا ووضع العناصر الضرورية لحدوث الثاني كاسي إذن نبدأ بالمعنصر أول المصطقبات الحسية في المستوى جلد إذن ما هي الوظيفة؟ الوظيفة ذكرناها مضوحين هذا كل ذكرناها مرة مستقبل حسين إذن شنو موظيفة توا أخران الوظيفة يستقبل المنبأ ويحاول إلى سيا العصبية حسين إذن العنصر الثاني بالترتيب تذكره بالترتيب إذن العنصر الثاني هو النقل حسي خريع عصبية حسي الوظيفة ينقل السياة العصبية الحسية من المستقبل الحسي إلى المركز العصبي الإعكاس نقل السياة العصبية الحسية من المركز العصبية الحسي إلى العضو المنفذ خامسا الأعضاء المنفذة الأعضاء رد فعل حرك رد فعل حرك إذن إليف نعوده مرتين إليف المستقبلات الحسية في مستوى الجديد إذن الوظيفة يستقبل المنبأ ويحاول إلى سياة العصبية حسية النقل الحسي خريع عصبية حسية ينقل السياة العصبية الحسية من المستقبل الحسي إلى المركز العصب الإعكاس المركز العصبية النخاء الشوكي يحويل السياة العصبية الحسية إلى السياة العصبية حركية الناقل الحركي خالية عصبية حركية ينقل السهيلة العصبية الحركية من المركز العصب الإمعكاسي إلى العضو المنفذي الأعضاء المنافذة العضو اللي ترتفع الحركية كن يحاول احب يعود مرافقك انا مشير مسير فاضل لي فاضل شكول مشير شكول ايدم المستقبلات الحصية في مستوي الجلد يستقبل المنبه ويحاوله إلى السياة عصبية حسية. الناقل الحسي. خلية عصبية حسية. ينقل السيارة العصبية الحسية من المستقبل الحسي الى المركز العصبي الاناكاسي. المركز العصبي النخاء الشوكي. يحاول السيارة العصبية الحسية الى السيارة عصبية حركية. نقل حركي خلية عصبية حركية. ينقل السيارة العصبية الحركية من المركز العصب الاناكاسي الى العضو المنفذ. الاعضاء المنافذة. رد فعل حركي. لا. اذا السؤال الثاني. اذا حدث باستعمال سيارة تضع على الرسم التوضيحي التالي ما صار السيارة العصبية التي ادت الى تقلص عضل مع عضلة الساق. نلاحظوا جيدا. عنا في الوثيقة وضعف حول ابراز وضعف عناصر التدخش في الاناكاسي. عنا كما تلاحظوا هنا المستقبلات الحسية بالجلد. النقاع الشوكي العضلة. تقلص العضلة حدوث الحركة. اذا شنبدو. اذا اا اا ايا محمد. المستقبلات الحسية بالجلد. الساهم الاول تقريبك بين من هو من. بنا سيارة المستقبلات الحسية بالجلد والنقاع الشوكي. اذا طرحيب اذا كما تلاحظ انا. اذا مش نتبو فوق وذا يع. والساهم الثاني. اذا هنا معانت كما تلاحظو. هنا معانت هذه اا ناقل نتبو فوق وناكل حسي نجم نتبو فوق وناكل حسي. وهذه ينقل سيارة عصبية حسية ولا سيارة سيارة جابدة. وهنا. العذلة لو تقالص العضلة. اذا النقاح الشوكي والعضلة كما تلاحظ ثم السامة الموالي. العضلة وتقالص العضلة ثم تقالص العضلة وفضوط الحركة. اذا هنا ابرزنا من خلال هذا الرسم مسار السيلة العصبية. اذا المسار الذي تتبعه السيلة العصبية خلال الفعل الانكاسي. وهذا يعرف بالقوس الانكاسي. اذا نشوف مبعضنا عشنا عملوا رسم مبسط. نبدأ بالمستقبل حسي. ثم اذا المركز العصبي الانكاسي. ثم كما تلاحظوا اذا هذه السامة السيلة العصبية حسية. ولا زادة. اذا هنا اذا عنا سيلة عصبية خراكية. اذا تبين المركز العصب الانكاسي اي نقاح الشوكي العضل منطق. واننا اذا رسم توضيح لقوس الانكاسي. اذا استنتج مفهوم القوس الانكاسي. اذا ما هو مفهوم القوس الانكاسي? اذا مفهوم القوس الانكاسي. تتابع السيلة العصبية في الفعل الانكاسي مسارا يعرف بالقوس الانكاسي. واجتملوا هذا الاخير على خمسة عناصر عضوية اساسية هي المستقبل الحسي. ونقل الحسي. ونقل الحركة والعضو المنافق. ثم حاجة نقصة هنا. تعملها. لان المستقبل الحسي والنقل الحسي. ثم حاجة نقصة. عرفت غير شر. مش عرفت. نعم. المحاول من نقل الحسي لنقل حركة. ايه? في نقصة الشوكي. اذا المركز العصب الانكاسي او نقصة الشوكي. بس. اه نور كربول عودة فقرنا الفقرة. مفقوم القوس الانكاسي تبع. في العصبية في الفعل الانكاسي. مسارا يعرف بالقوس الانكاسي. ويجتملوا هذا الاخير على. مفقوم القوس العصبي. مفقوم القوس العكاسي. لانكاسي. مسيخة الخرش وتاورجات. نتول قط كيروية. ايه. تتتتتبع سيالة العصبية في الفعل الانكاسي ما سارا يعرف بالقوس العكاسي. ويجتمل هذا الاخير على خمسة عناصر وعضوية اساسية. هي. المستقبل الحسي والنقل الحسي والمركز العصب الانكاسي والنقل الحركي والنقل الحركي والعضو المنافف. تتتابع سيالة العصبية. في الفعل الانكاسي ما سارا يعرف بالقوس الانعكاسي. ويجتمل هذا الاخير على خمسة عناصر عضوي اساسية. هي المستقبل الحسي والنقل الحسي والمركز العصب الانكاسي والنقل الحركي والعضو المنافف. اذا هنيternن قولون هو رسم مباصل قوس الناكاسي. الرسم هذه موجود عنكم الكتابة. صفحة 14. مثال بحركة الناكاسية نقعية تحت تأثرة تنبيه المستقبل الحسية بالجلد. رأى هذه رسم تأليفها مهم جدا. ننصحكم باش تحاولوا ترسموه حتى وحتى. اذا فهم اضافة باش نعملها ايش نعطي اضافة. اذا اش نبدأ هنا لدينا كما تلاحظوا الجلد. اذا الجلد هنا يلعب دور المستقبل الحسي. شوفوا مبعثنا هنا. هذية اللي باللون الازرق. شفتوها. شنو هذية? خلية عصبية حسية. هذية خلية عصبية حسية. مفهوم? اذا هنا السعم الزرق هذية. ليش ليش ماذا بياننا في السعم هذية? اتي جاه? النخاشة. السيالة العصبية الحسية. اتي جاه السيالة العصبية الحسية. هذية شفتوها هذية? ايه. هذية السماعة عقدة شوكية. هذية عقدة شوكية. طرع ماذا نجدخ العقدة الشوكية? سؤال مهم برشا. ماذا نجدخ العقدة الشوكية? ناجد. ناجد داخل العقدة الشوكية الجسم الخلوي. الجسم الخلوي. انتع الخلية العصبية الحسية. ملا هذية يا ريتو هذية? شو ناجد بكون هذية? هذية احدى التغسونات. خاصيا تعل الخلية العصبية الحسية. هذية تعلها التغسونات طويلة شوي. هذو ما التغسونات رف. ما هوش محور عصبي هذة? هتنا نقول لكم عليش. هذية التغسونات. وهذا. هذية المحور العصبي. هذية المحور العصبي. وذوم تروغب فيهم. وذوم التفرعات نهائية. عليه. على خطر احنا القاعدة قلنا السئلة العصبية تنتقل داخل الخليفة تجي واحد من التغسونات. الى الجسم الخلوي. ومنه الى المحور العصبي حتى توصل التفرعات نهائية. احترمنا القاعدة هذية ولا هنا. هذة هو التغسونات. شفتو خاطر الجلد هنا عند تنبيه الجلد. الجلد هو الملعب دور الحس يحول المنبأ الى سئلة العصبية حسية. اذا وهنا الخلية العصبية الحسية التنقل السئلة العصبية الحسية الى النخاشة. اذا التغسونات وبعد الجسم الخلوي. وبعد المحور العصبي وبعد تفرعات نائية. مفهوظ? في segundos هناك. سوف ترك الجليد. نعم. خلية عصبية رابطة. خلية عصبية رابطة. تربط ما بين خلية العصبية الحسية والخلية العصبية الحركية. شوفوا الخصوصية تقونت在 الخلية العصبية الحركية. خاصية انتيحها خلية عادية هنا. شفووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو عضلة الفخز. مفهوم؟ هو العضو المنفه. رأى الرسم هذه هام وهم جدا. مفهوم اذا نجده اضافة. اذا هذه عقدة شوقية. وهنا جسم خلوي. هذون مش موجودين بكثير اضافة ثمانة. اذا وهنا عنا تغسونا. وهنا عنا تفرع نهائي. انت الخلية العصبية الحسية. باك. هنا عنا رسم. نحاول اكمال البيانات. ستكون الاف. اي الاف. اذا هذي رسم اللي تخوصنا يا كاسي. نبدأه بالساعة من رقم واحد. مستقبل حسي. اثنين. خلية عصبية حسية. زندية خلية عصبية حسية. ثلاثة. نركز عصبية. نركز عصبية. نركز عصبية. نركز عصبية. نركز عصبية. ثم. عربعة. خلية عصبية حسية. عركية. وخمسة. العضو المنفذ. العذر. اذا العنوان ترسم ماذا؟ نتعديه للآية. عنا رسم آخر. آية آية. نبدأه بواحد. مستقبل حسي جد. اثنين. خلية عصبية حسية. خلية عصبية حسية. نمشون ثلاثة تاوة. مخاشف. 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 ترب الخوية ايا. عربعة. مستقبل. خلية عصبية حسية. عركية. خمسة. عضو المنفذ. والعنوان. سوى التمرينة ذي. اذا تحاولوا اصلاح التمرين. ايا طالب. ساخرج الاجابة او الاجابة الصائبة. او اسلح الجمال الخاطئ. ستدخل عناصر تيليا في رد الفعل انعكاسي. عضو حسي المخ باعتبار عضو القرار. عصب حركي عصب انساء. الاعصاب الحسية دون غيرها. الاعصاب الحركية دون غيرها. الاعصاب الحسية والاعصاب الحركية. ستدخل عناصر تيلي في رد الفعل انعكاسي. عضو حسي مستقبل. الاجابة الاولى صحيحة مخاطئ حصب رأيك. لا. خاطئ. اي. صحيحة. ايضا صحيحة. اذا المستقبل حسي هو عضو عنصر اساسي عنصر ضروري في كل فعل كاسي. اذا الاجابة الاولى صحيحة. المخ باعتبار عضو القرار. هل المخ يتدخل في الفعل كاسي. صوي. ها? صحيحة ولا خطأ? خطأ. خطأ. اذا اصلاح الجملة دي. المخ يتدخل في الفعل الاردية وفي الفعل كاسي شرطية فقط. اصلاح الجملة رقم عراء ثلاثة. روان. ثلاثة عصب. اذا عصب حركي عصب النساء. اصبريك. اللي اجابة. تعالى ثلاثة. اللي اجابة صحيحة بخاء. اي. ها? ها. اذا اجابة. صحيحة. 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 به اربعة. نمشو الى اربعة. اذا نشوفوا اربعة. اذا محمد. الاعصاب الحسية دون غيرها. نوراك اجابة ذي. خطأ. والاجابة رقم خمسة. الاعصاب الحركية دون غيرها. خطأ زاد. اذا. اربعة خمسة كيش نده نصلحو. الاعصاب الحسية والحركية ضروري. اخر اخر اللي اجابة. مقدمة. تدخل الاعصاب الحسية والحركية معان في اه ردي في الاني كيس. اذا معانة الاعصاب الحسية والاعصاب الحركية تدخل في نفس الوقت في اه رد فعل اني كيس. اذا الجملة السيد سوى الاخيرة. اه اذا ادم. نعم سيو. اذا الجملة رقم ستة. اشنو رايح اقراها السيعة. الاعصاب الحسية والاعصاب الحركية. اشنو رايح جملة صحية عن خاطئة. اه لا مشيو. اشنو اللي خاطئة معانتها. صحيح. صحيح. اذا Gملة رقم ستة هي جملة. صحيح. صحيح. نعم. نحاولون السلاح ثمية عدد واحد. اذا آية اي 없습니다. اه الافعال الاعكسية هي اضد افعال ناتجة عن من النبيهات خارجية. اذا أنا ثمية عدد واحد? اخضر الجاوب الصحيح. الافعال انعكسية. العافان انعكسية هي ردود افعال ناتجة عن المنابيات الخارجية فقط من النبيات الداخلية. فقط من النبيات داخلية. اه الاخر اوة. limo? الى افعال Labs c afc هي ردود افعال ناتجة عن منابيات خارجية ومنابيات داخلية. اذا اجابة طحيحة هي اجابة jim. نور كربول. سؤال الثاني. فاضل يا نور روان فاضل يا روان أمس أسوال الثاني تتنقل سيالة عصبية خلال فعال إعكاسيك التالي A. المستقبل الحسي المخ العذو المنافذ B. المستقبل الحسي النخاء الشوكي العذو المنافذ G. المستقبل الحسي العذو المنافذ النخاء الشوكي B. مسؤول للإجابة أسحى ألا إجابة B نمر للسؤول الثاني طاليل تبرز الوثيقة عدد 34 اثناء اصابع القدم اثر دغدغة سطحية يحدث هذا الفاعل حتى عند الشخص النئم وذيرك مباشرة اثر الدغدغة وقبل ان يساق ما هو نوع هذه الحركة على الجواب اذكر مع تعليل اجابتك نبدأ بالسؤال الاول ما هو نوع هذه الحركة حتى برايا حركة ن عكا زي اذا تعليل تعليل اجابة تعليل موجود في الناس يا تعليل بماذا هذه حركة حركة ناكبية في الناس قدامك في المعطة في المعطة التمرين اذا تغضغط صح القدم ناكبية لا مشيو فاضل يحدث هذا الفاعل حتى عند الشخص النئم صحيح اذا نقرأنا الاجابة طاليل نعل حركة حركة انعكسيني ان هذا الفاعل يحدث عند الشخص النئم الاف السؤال الثاني الاف اذكر معا تعليل اجاباتك بعض الاصابات التي يمكن ان تتسبب في حركة المذكورة اذا اذكر معا تعليل اجاباتك بعض الاصابات التي يمكن ان تتسبب في حركة الحركة المذكورة اذا نذكر بعض الاصابات مثلا قتل أعصاب المتصلة بقدم إصابة النخاع الشوكي إذن إصابة النخاع الشوكي أو قتل أعصاب المتصلة بأصابة القدم يمكن أن تفقد الحركة به نمر مباشرة إلى السؤال رحمة ثلاثة محمد عزيز حدد الأعظام المتدخلة في إنجاز الحركة إذن ما هي الأعظام المتدخلة؟ نحاول نذكره أعظام متدخلة في إنجاز حركة الجلد الأعصاب الشوكية الحسية والحركية النخاع الشوكية وعضلات أصابة القدم إذن بالنسبة للأعظام المتدخلة في إنجاز الحركة الجلد إذن الأعصاب الشوكية الحسية والحركية النخاع الشوكي وعضلات أصابة القدم السؤال رقم رابعة إذن نفشيه السؤال الرابع آية أتمم الرسم بتحديد مسار السياة العصبية عبر مختلف الأعضاء المتداخلة إذن أتمم الرسم التالي بتحديد مسار السياة العصبية عنا دغدغة سطح الخدم وبعد عنا نقطة استفهام نشوفوا الفراغ هذي ماذا نكف الفراغ أقرنا آية واصلة آية نقلة مسي واصلة الجلد المستقبل الحس إذن نقل حسي النقل حسي طامة المركز العصبية نخاعشاو ثم نقل حرك أصابع القدم وأخيرا الانتناء أصابع القدم به إذن أقرنا آآ تكون يقرنا الثامنين أذي نقرأ بسي تكون حبي يقرأ دون طالين مسي نقل نقل فاضح لي اتخذ الأطباء من حدة بعض الأفعال الانعكاسية دليلنا على سلامة الحالة العصبية العامة أقرأ بيخاصين أذي أقرأ بيخاصين أذي وتحدث بصفتين مبالغا فيها أو في حالة مرضية أخرى تمثل الوثيقة عدد خمسة وتلاتين كيفية الكشف عن الفعل معكاسي الرفي يقوم الطبيب بضرب الوتر الرثفي بمترق مطاطية وترتفع الساق إن صدمة الوتر الرثفي يتسببه في استطالة العضلة الباسطة للساق عضلة توجد في الوجه الأمامي الفخص مما يؤدي إلى تقلصها وذلك يحدث حركة دفاع الساق إلى الأمام حركة الانتصال نشاهد مبعادنا إذن عنا هنا الفعل الكاسي الرطفي أقرأنا السؤال أول استنادا إلى الواثيق عدد خمسة وتلاتين حدد موقع عن المستقبل الحسي إذن حسب رأيك ما هو موقع عن المستقبل الحسي شوفوا مليح ماذا بها عننا قمنا بصدم الوتر الرثي إذن صدم الوتر الرثي أقرأنا الإجابة موقع عن المستقبل الحسي الوتر الرثي السؤال الثاني وتمن البيانات المشار إليها بأرقاء نبدأ بالسام رقم واحد آآ مادة بيضاء إذن المادة البيضاء السام رقم اثنين مادة رمادية ثلاثة نخع الشوكي إذن شو إلى خمسة خلية عصبية حسية ستة خلية عصبية حركية سبعة عضلة إذن العضل المنفذة والعضلة إذن الصغير الرقم ثلاثة وضح بسهام مصار السيارة العصبية خلال حدوث الفعل إذن إذا نحاول إبراز نبين هما صار السيلة عصبية والحسية نشوف لها معظم هذه السيلة عصبية حسية ثم إذا مختلف سيلة العصبية إذا praying هذه الصيلة العصبية الحركية ثم خطأنا هذه الصيلة العصبية حركية ليست حسية ثم خطأنا بالأمر بالأمر سيئة العصبية حركية هذه سيئة العصبية حركية هذه قتل الفعل كاسي الرثفي تكون سؤال تكون سؤال ما أشير يفهم وفال كاسي الرثفي أو العلقوب هذه 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 يبدأ بالنسبة لل أيضا كاسي الرثفي لا أتيت حيث أنت في الدار اخوك يبدأ قاعد على طاولة تقيية تبدأ الدلدل وتحاول حتى بيدك تحاول صدم الوتر الروسفي ترى المس الوتر الروسفي لتاعتك تحت الركبة انزل شوية تحت الركبة ترى المس الوتر الروسفي اذا كان قوموا بصدم الوتر الروسفي نشاهدوا انبساط الساعة عملتوا ايش تجربة دي في القسمة لا عملتوا ايش بيه نعم شكونا عمالها في القسم التجربة دي كما شكونا عمالها في القسمة ليه مس احنا مخلطنا ليش اصلا نعم مش اعملناه اذا نتعدى وللتامرين الموالية تامرين الموالية تكوني حابي اخر تامرين يانا مسيو حايا محمد تامرين عدد واحد تاثاني رجل زفدع نخاعية كلما وقع خمس احد الاصابع هذه الرجل في حمز الخل وتمثل وثيقة عدد واحدة ستين العناصر الضرورية التي تتدخل في انجاز الحرك خلايا خلايا نحاولو وضع البايانات نبدأ بواحد اه مش يوم مادة بايضة اتنين مادة سنجاباية ثلاثة النخاع الشاوك النخاع الشاوك ها النخاع الشاوك باي عربعة اه سيالة عصبية حساية كيفاش عاظو بذك عاظو اه خلية اه خلية خلية عصبية حساية خمسة اه خلية عصبية حركية باي اذا العنوان هي حركة كثيرة لدى الزفدة اذا مش نحاولو نباينو اتجاز سائل العصبية الحسية باللون الازرق مش نباينو زدة اتجاز سائل العصبية الحركية باللون الاحدى باي نحاولو طوى بعد ما كمنا الدرس اذا شنوش نعملو طوى مش نحاولو اصلاح بعض التمارينة اذا مش نحاولو اصلاح بعض التمارين بعض التمارين عندها اظهما بعض التمارين سابقنا نبدو بالآية بعض الآية تميننا الاول عين الاجابة او الاجابات الصحيحة بالنسبة الى كل المسألة من المسائل التالية وذلك بوري العلامة في الخلال المناسبة تنقل السائل العصبية في الخلال العصبية من التغاصنات الى جسم الخلوي ومنه الى المحور العصبي في التفرع النهائي المحور العصبي الى التفرع النهائي ومنه الى جسم الخلوي في التغاصنات ومنها الى المحور العصبي في التفرع النهائي الى المحور العصبي ومنه الى جسم الخلوي في التغاصنات جيم سير base لن نجد الى المحور العصب فقط وخطر ان نجعل اذا المحور العصب ايجابة الىائجابة بحسن ك انشoten اى اى بى جى اى بى جى معلدة اللايت فاضلوا فاضلوا بعتوا الاجابة كل جاوبنا بيعطينا الإجابة شنوها آية الجسم الخلوي إلى التغصنات ومنه إلى المحور العصري في التفرع نائي الجسم الخلوي إلى التغصنات ومنه إلى المحور العصري في التفرع نائي برشا حدوه جيم بمش عليه شبه المحرور العصبي لتفرع نهائي هيك مشو ايه مشو ايه من التغاصلات الى جزء الخلوي منه الى المحرور العصبي في تفرع نهائي كيفش ما تفت ما تقومش فيهمين هذي ها ما تقومش فيهمين ها ايه مسي ايمان ب عودها اذا تنقل السلع العصبية في الخلية العصبية قلنا ديما السلع العصبية تنقل في الخلية العصبية في تجاوح هذي يزمح ذو هذي سهلة من التغاصلات الى الجسم الخلوي ومنه الى المحرور العصبي فالتفرع نهائي ايه او لا ايه الاتجاه ده يزم نحفظوه شنور فيه صعيبة صعيبة لقد قلت لكم كل تلميذ يجب أن يكون قادر على رسم خلية عصبية بمفرده يجب أن تحاولون خلية وحركة سأعادل السؤال رقم الثنين إليف توجد الأسم الخلوي للخلاية العصبية الحركية فيه المادة السنجبية للمخاع الشوكي المادة البيضاء للمخاع الشوكي العصاب الشوكي العذر أليم 30 ثانية إليف فكروا شوي يعطينا الإجابة السؤال الثاني هنا توجد أسم الخلوي للخلاي العصبي الحركي هذا مفروض يدد كل جيوب علي سفاح هنشوف الإجابات مختلفة سرعي جاوبنا نقل اي مشو اي ما زال ما جاوبش بيعطينا الإجابة جيب العصب الشوكي توجد الأسام الخلوية للخيل العصبية الحركية في ميشو خلاهي جيوب ساعة شنو الإجابة نتاعك عصب الشوكي الأسام الخلوية موجودة في العصب الشوكي في المادة السنجابية والمادة السنجابية والمادة السنجابية إذن نذكر مليح ما نساوي هي الشديدة هامة برشا إذن بالنسبة للأسام الخلوية توجد في المادة السنجابية ومع أنت المادة البيضاء تحتوي على أليف أليف عصبية زي ما نساويش مع أنت الأسام الخلوية موجودة في المادة السنجابية سنقرس سؤالا بعده سؤال الثالث ما نتعلم في نسبة للمنبه يمكن أن يكون منبه داخلي كما يمكن أن يكون أيضا منبه خارج سمنا به تعادوا للسؤال اللي بعضه نقرأ نمشي لحظة لحظة نور كربول الحركة الإرادية تحدث عن الإنسان تستوجب التفكير وإخذ القرار تستوجب التعلم وتدرب تستوجب التفكير وأخذ القرار إذن حركة الإرادية تستوجب التفكير وإخذ القرار إذن السؤال الإجابة ب ب صحي السؤال الرقم خمسة روية فاضي يا روين نجاوب مش يا نجاوب أنا روينة خليوا روينة مش حاضرة روينة بمحمد عزيز الأفعال الأفعال الإرادية فطرية نتيجة عن تبيه بيتا طلب التعلم لهدف الحفاظ على الجسم نتيجة عن تبيه جيم لهدف الحفاظ على الجسم صحي إذن فمزوا إجابات صح آه جيم إذن الأفعال الإرادية الفطرية نتيجة عن تبيه لابد من منبه والإجابة الثانية لها دور في الحفاظ على الجسم أي وقاية الجسم المخاطر الخارجية نمر للسؤال رقم ستة إذن إليف آه سو أنا روين قبيل مكرورها ما حابش يتحلي باي مش مشكلة روين إليف آه الفعل الإنعكاسي يتم أكثر تفكير آه على شكل حركة على شكل إفراز لا لا ستة يا إليف ستة ستة الأفعال اللا إرادية الشرطية أفعال غير فطرية تحتفى عند جميع الأفراد آه السالمين تتطلب التعلم تتطلب التعلم إذن الأفعال لا إرادية الشرطية إذن سمزو إيجابية تنسهلك تنسهلك شوية سمزو إيجابة صحا من شوية نقولها أفعال غير فطرية تتطلب التعلم إذن أفعال غير فطرية صحيح وتتطلب التعلم إجابة صحيح أخرى آخر الإجابات ساعة الفعل الآن كيس يتم إثر التفكير على الشكل الحركة على شكل إفراس يتم على شكل الحركة على شكل إفراس صحيح إذن الفعل كيس يمكن يكون على شكل حركة يمكن يكون على شكل إفراس أيضا فنمر للسؤال رحمة مانية إذن سؤال رحمة مانية روان ممارسة الألعاب لوانية فعل إرادي بإفراس إشارتي جيم فعل إرادي ممارسة الألعاب البهلوانية عزبراكم علي إرادي إرادي هو أكيد ركت عسيرك أفراد الأشخاص اللي قوموا بالألعاب البهلوانية فعل عكسي شرطي إذن اللي قوموا بالألعاب البهلوانية شو يصمم ماذا تعلم يصمم يتعلم إذا تعلم فعل عكسي شرطي إذن يصمم بين الفعل عكسي الشرطية وردوا بين به طالب السؤال التاسع والأخير شو نقرأ شو نقرأ خي لايف تسع يتصل عصب النسابي المخ ب البصل الشوكية ونخاع الشوكي سي تتكلمت كنت حبي كونكسيو باي مي سي ترى كيف فرصة بعض كامل اي لايف جيم النخاع الشوكي إذا يتصل عصب النساب صحيح ب النخاع الشوكي وهو عصب شوكي إذا باش نحاول نعمل شوية تذكيرة تحبوا نعمل شوية تذكيرة اي شوكي باي نذكروا شوية معانتها بالنسبة لل إذا بالنسبة للأفعال الاني كسي نذكروا بها شوية إذا إذا أول حاجة إذا نذكروا بها كون الفعل إذن الفعل الفعل الاني كاسي إذن الفعل الاني كاسي إذن 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 يظهر على شكل إذن على شكل حركة هذه نذكروا بها غامة برشا إذن على شكل حركة إذن 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 تأثير إذن منبع منبع معين إذن 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 إنه يحدث منذ كم الجملة دي الولادة منذ الولادة منذ الولادة إذن إذن لماذا نقول الأفعال الكاسية أفعال لإرادية فطرية إذن يحدث منذ الولادة وبنفس وبنفس الطريقة وبنفس الطريقة عند كل الأفرار عند كل الأفرار إذن العدي إذن طبيعي الحال من نفس النوع إذن 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 أين تنشأ السلعة العصبية الحسية إذن نشأ إذن نشأ إذن نشأ إذن السيلة نشهد السيلة العصبية نشهد السيلة العصبية الحسية إذن في مستوى المستقبل الحسية بالجد في مستوى المستقبلات في مستوى المستقبلات الحسية في مستوى المستقبلات العسية إذن نطلق الجل إذن تابعت حال تأثير المنبأ إذن تأثير المنبأ إذن لابد من المنبأ إذن من الجمهور تحسبه على فعلي كاسي بدون تنبيه إذن تأثير المنبأ إذن المنبأ كما تلاهده يمكن أن يكون رخز يمكن أن يكون ذغط إذن إلى غير ذلك به الملاحظة الثانية إذن كيف يقع نقل السيلة العصبية إذن نقل نقل السيلة العصبية الحسية الحسية إذن نقل سيلة العصبية الحسية إذن هنا يفهم مصطلح جديد إذن نعقره زيادة نقوله سيلة عصبية حسية أو ألا سيلة جابي ذا سيلة جابي ذا يجب ان نوصل لحذية نكونو نعفوه اذا نقولو سئلة عصبية حسية ولا سئلة جابدة قلنا يا ذايم نشوف الكلاوس بواسطة بواسطة ناقل ناقل حس بواسطة ناقل حسي شنو الناقل حسي يا ذايم هي الياف الياف اذا عصبية عصبية حسية الياف عصبية حسية الياف عصبية حسية اذا طب يضح تنتمي تنتمي لخلايا حسية اذا تنتمي لخلايا حسية الى الى اي الى مركز عصبي الى مركز عصبي الى هو شنو الى مركز العصبي الى هو النقاع الشوك النقاع الشوك الى هو النقاع الشوك الطب ها اذا ناقل ناقل السيل العصبي الحسية نقل السيل العصبية حسية من المتطفة الحسية الى المركز العصبي الى هو النقاع الشوك بالنسبة للسيل العصبية الحركية إذن نشأد السيادة العصبية الحركية في مستوى المركز العصبي في مستوى المركز العصبي في مستوى المركز العصبي إذا كيف يجب أن نشأد السيادة العصبي إذا نشأد السيادة العصبي في مستوى المركز العصبي إذا نرجم أن نقره هنا النقاع الشوكي النقاع الشوكي إذن انتلاقا انتلاقا إذن من السيادة من السيادة العصبية الحسين ب إذن كيف يقع نقل السيادة العصبية الحركية إذن نقل السيادة العصبية الحركية نقل السيادة العصبية الحركية إذن هذن سماء سيادة سيادة نابذة إذن نقول السيادة العصبية حركية وإذن سيادة نابذة كيف كيف إذن إذن سماء حركية الحركية أبدوا كيف يقع نقل السيادة العصبية إذن طبيعة الحال المرغة الغاثة بإلا هو النخاع الشوكي النخاع الشوكي آ إذن إلى إلى أي إلى الأعضاء المنفذة إلى الأعضاء المنفذة نفهم إذن طبيعة للحركة سننا لحظة العضاء المنفذة للحركة مفهوم إذن الحركة تنجم تكون هنا أعضاء منفذة للحركة مثلا تنجم تكون العضالات العضالات وإلا زيتها تنجم تكون الغداد الأعضاء المنفذة الغداد المقردة للعاب والا للدموع. او الغداد. عم تلاسي بضرورة ان يكون العضل المنافسد ازائي من عضلة او الغداد. او الغداد لن لسائل معين. لن لسائل معين. مثل اللعاب. اذا بالنسبة للقوس الاكاسي. اذا الملاحظة تذكرها توا. اذا الخوس الاكاسي. اذا يسمى. يسمى. مساء. اذا هذه السائلة. مساء هذه السائلة. العصبية. العصبية. القوس. 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 الاناكاسي. اه? هما? افاو. اذا. ملاحظة هنا. لابد يزمن ان نذكرها الزداد. اذا يمكن. يمكن. ان يكون. الفعل. الاناكاسي. يمكن ان يكون الفعل اكاسي. في شكل افراز. افراز. اذا. يسائل. يسائل. مثل اللعاب. يسائل مثل اللعاب. او. ماية الخراء الآخر. او الدمع. او الدمع. اذا. عندما يكون. عندما. يكون. teams. العظو. عندما يكون العظو المنفذ. المنفذ. غدق. عندما يكون العظو المنفذ غدق. اذا مثل الغدد اللعبية مثل الغدد اللعبية او الدمائي نقرأ نقرأ الفائل الاناكيسي يظهر على شكل حركة إثر التأثير المنبه معين إنه يحدث منذ الوليدة وبنفس طريقة عند كل الأفراد العاديين من نفس النوع نشأت السيال العصبية الحسية في مستوى المستقبلات الحسية تحت التأثير المنبه نقلت نقل السيال العصبية الحسية بين قصان السيالة الجبدة بوسطة النقل الحسي بين قصان أليف عصبية حسية تنتمي لخلايا الحسية إلى المركز العصبي بين قصان نخاع الشوكي نشأت السيال العصبية الحركية في مستوى المركز العصبي بين قصان نخاع الشوكي انطلاقا من السيالة العصبية الحسية نقل السيالة العصبية الحركية بين قوصين السيالة النابذة بسطة الناق الحركي من مركز العصبي بين قوصين النخاء الشوكي إلى أعضاء المنافذة للحركة بين قوصين عضلات أو غدد لسيء المعين مثل اللعاب يسمى مسار هذه السيالة العصبية القوص للإنعكاس يمكن أن يكون الفعل الإنعكاسي في شكل إفراس لسيء مثل اللعاب أو الدموع عندما يكون العرض المنافذ غداء مثل غداء اللعبية أو الدمعي نقرأ مسيو قراءة خيرة مع محمد سيو طاظر محمد الفعل العكاسي يظهر على شكل حركة إثر تأثير منبه معين إنه يحدث منذ الولادة وبنفس الطريقة عندها كل الأفراد العاديين من نفس النوم نشأة سيالة العصبية الحسية في مستوى المستقبلات الحسية تحت تأثير المنبه نقل سيالة العصبية الحسية سيالة جابذة بواسطة ناقل حسي الياف عصبية حسية تنتمي لخالية حسية إلى مركز عصبي النخاع الشوكي نشأة سيالة العصبية الحركية في مستوى المركز العصبي النخاع الشوكي انتلاقا من السيالة العصبية الحسي نقل السيالة العصبية الحركية سيالة نابذة بواسطة نقل حركة من المركز العصبي النخاع الشوكي إلى الأعضاء المنافذة للحركة العضلات أو الغدد اليساء المعين مثل اللعاء يسمى مصار هذه السيالة العصبية القوس الإنعكاسي يمكن أن يكون الفعل الإنعكاسي في شكل إفراز لسائل مثل اللعاب أو الدمع عندما يكون العضو المنفذ غدى مثل الغدد اللعابي أو الدمعي إذن مبتالي كيف شاشكرك بأبناء العزائي على الحس المتابعة ما تنسيوش بش تعملوا طالة نظرة على البقية التمرين بش نصلحوا من حصة جاد إذن أشكرك مع الحس المتابعة وتصبحون على خير ترجمة نانسي قنقر